قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينة إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني عن القدس وأهمية الحفاظ على الوجود المسيحي فيها هو تجديد تأكيده في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية هناك مشيراً خلال لقاء اللجنة رئيس وأعضاء مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلى أن موقف جلالته ليس بجديد عليه إذ هو يحمل دائماً الهم العربي المسلم والمسيحيين معه وبدوره دعا رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفور سعطالله إلى توحيد المواقف تجاه الحفاظ على القدس مشيداً بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ومن ناحية استعرض مطران اللاتين في الأردن جمال دعيبس التحديات التي تواجه المسيحيين في المدينة المقدسة مؤكداً دعم الكنائس لمواقف جلالة الملك في المحافظة على المقدسات في القدس